موضوعنا اليوم التحولة وقمي التحولة وقمي خلونا نتكلم الأمثلة وستطبق الأمثلة هذه والدراسات هذه في المملكة العربية السعودية يعني أي نقطة أقولها وستكون في المملكة العربية السعودية التحولة وقمي وش التحولة وقمي زمان كنا نستعمل في المستندات وفي الواجبات وفي أشياء كثيرة كنا نستعمل الورق لحلها ولكن الآن بعد ما ساوت تحوله وقمي نسخت الأشياء الواقية السابقة والمهمة لبعض الناس تكون هذه الأشياء تحولت إلى أشياء إلكترونية دعونا نتكلم عن المستندات المستندات مثلا نقول سكوك مثلا عندي أوضية في حي ما أقول هذه الأوضية لازم يكون لها سك السك هذا مثلا سويته قبل التحوله وقمي وهذه الأوض ورثتها أو شيء زي كذا فالتحوله وقمي يشي سوون في البداية أنت سيأخذون الملف حقك أو السك هذا ونشوف الصور الأولى عشان تفهموا إشي الفكرة اللي سيأخذون المستند ويحطونه في جهاز مختص لتعقيم هذه المستندات هذا هو المستند يتم تعقيمه ونشوف الصورة الثانية الصورة الثانية راح تبين لكم اللي هي خطوات والأشياء اللي راح نستعملها في البداية بعد ما يتم تعقيمها تعقيمها من الفايوسات يتم تجديد الورق بأنه يكون مناسب للتصوير لما نزبطه في هذه النقطة يتم تصبيط الورق وتأكد من صحة المعلومات اللي فيه ومن ثم يضاف إليه باركود لكل صفحة ولي الملف كامل وبعدين يتم عملية تصبيط الورق بأنه الورق هذا يكون مناسب للتصوير نشوف الصورة الثالثة الصورة الثالثة راح توريكم أنه نحتاج الآلات في هذا المجال عندنا هذه الأداء هذه الأداء المسؤولة عن تصوير المستندات هذه بأنه هذه الأداء تقلب الصفحات وتصوير الصفحة كاملة هذا مستند لأوضية يتم مسحها وتحويلها إلكترونيا وتقدر تفتح هذه الأشياء متى ما تبغى وفي أي وقت من منصة أبشد بأنك تقدر تشوف ملفاتك وأيضا من طرق التحول الورقمي اللي هي المحفظة الإلكترونية اللي أنت تأخذ الجوال وتحاسب فيها هذه تعتبرون من مواحل التطور الورقمي بدلا أنك ما تقعد شايل محفظتك والهوية ورخصة وهذه كلها هذه تصبح موجودة عندك في جوالك لأن الجوالك أنت تأخذها معك في أي مكان فأنت تكون معلوماتك كلها موجودة فيه ما نسيت حاجة أو شيء تكون موجودة كلها عندك وأيضا من التحول الورقمي تطبيق توكلنا وساعد التطبيق توكلنا في هذا المجال بأنه خلاك يعرف هل جاك الموض أو لا هل تحتاج فحص أو لا نشوف شغالك موضوع جميل وكن بضيف مقطة بس اللي هو يصير يعني أنه مع المحفظة الكترونية يعني يصير معندك هوية الكترونية كلها على شوالك بصير يعني أنه السرقة أو أنه يضيع منك الهوية أو الفلوس يصير أقل يعني أنه يضيع فلوسك و صحيح ويضيع حاويتك يصير هل يعني هل الحادثات أقل صحيح تقل النسبة الخطوة فيها ايو عطنا وايك أبدو نقطة أبشر تحديدا أبشر مو محترم بشكل كفاية قديش حاجات خطيرة هو يسويها زد عليها أيضا تطبيق توكلنا اثنين مع بعض نقالون لنا حاجات كثيرة من مسألة أنه نسيت مثلا الهوية نسيت رخصة الآن معي مشاكل كبيرة زي ما أنت تقدر الآن طلعها من جوالك دون أي مشاكل لما يكون كل شيء معك في جوالك وتعرف بالله من اللي ينسى جواله إذا كان كل شيء مع أكثر شيء أنت بتجيبه معك دائم اختصار حاجة كبيرة جدا نرجع لك هذه النقطة مهمة جدا بأنه أنت وح توفل وقتك جهدك وأيضا وفرت على الدولة بأنه بدل ما تأخذ البطاقة وتطبع أنت توفر جهدك تروح تصور تروح تصور وجهك وترسل لهم ويقولون غيروا الصورة وترفق معلوماتك وهذه كلها وح توفر عليك وقت وجهده وهذه كلها وفرت حتى على الدولة على الطباع وهذه الأشياء وبوضه ما رح تقدر تنسي حاجة خلونا نجع نقطة المستندات الحين في نقطة تحول رقمي تم تحويل 9 مليون مستند أو سك تم تحويلها إلى سكوك إلكترونية ومستندات إلكترونية تقدر تدخلها على تطبيق أبشر رقم مهول 9 مليون أسمع الصدمة الصدمة أنه 9 مليون هذه ستأخذ في البداية منك وقت وجهده من الدولة ولكن تستغرق عشان تخلص 9 مليون هذه تستغرق 2000 سنة أنت وففت 2000 سنة من حياة المواطنية ومن حياة كل الموجودين في هذه الدولة بأنك سويت هذه النقطة البسيطة أنك تحولت 10 دقائق أي أوبتذكر موضوع فوزان الله يذكره بالخير أتكلم أتكلم عن جهاز كان يعقم لك الجوالات يعني اللي اسمه UV Cleaner Ultraviolet Cleaner ينظف الجوالات والأجهزة يعني باستخدام عشاعة الفوق البنفسجية بدون ما يستخدم الماء والمعاقبات وبدون ما يستخدمهم هذا عادي نظف لك تطبيق أبشر تحط الجوال يطلالك سكوك نظيفة بلا ما الحرام يا جماعة نرجع لك الحين خلونا نرجع للنقطة هذه بأن أنت وففت 2000 سنة بأنك سويت نقطة التحولة وقمي نقطة التحولة وقمي هذا شيء مهم بأنك في موضوع المستندات الحين المستندات هذه المستندات هذه تقدر أنك مثلا تبيع بيتك تشتري بيت تسوي هذه الأشياء بكل سهولة ونقل الملكية وهذه كلها بكل سهولة حتى تزيد في البيوت الجديدة يستم فيها أنك تقدر زي الفنادق تقدر تدخل البيت بالجوال مثلا كنت تسوي مسح على القفل ورح يفتح لك البيت ولكن لازم باسورد ويتأكد وهذه كلها هذه وفرت عليك وقت وجهده وهذه كلها طف عليه أنه عندك مع مسألة السكوك ومع مسألة العقارات تجي مسألة فوتير الموية والكهرباء كلها الآن صارت عندك في تطبيق بسيط على جوالك ما تحتاج حتى أنك تحرك سنتي عشان تسددها ما تحتاج تحمل وحتى أخذ لك أيضا مشكلة أنك تحتاج أنك تجيب لك فاتورة ورقية الحين يلا فكك الفاتورة الورقية عندك أجزاء عندك تفهم هذه الجزئية وإش اللي مطلوب عليك وإش اللي تزد عليها إذا كان فيه غلط موجود في الورقة وهو عاد مشوار أنك تصلحها لازم تطلع لك بالسيارة عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة عمال ما توصل لما أقرب مقر تروح تكلم تروح تكلم الجسمة النائب حقا مشكلة طويلة الآن كل حاجة عندك بجوالك ضغطتين دفعتها وريح بارحك تضل وكمان كمان في تطبيق حراج يعني هذا صار أنت بتخط عليه الأشياء اللي للبيع ويعني المعال بيجي لعندك أما قبل تطبيق حراج صار أنت لازم بدك مثلا بدك تبيع سيارة ولا بدك تشتري سيارة ولا أي شيء بدك تروح تدور على السيارات ويعني مشوار مثلا تطبيق حراج مو تطبيق حراج بس عندك مئات من التطبيقات من أول ما طلعت فكت لنا أزمات ما تتخيل شيء خطير جدا نرجع لك يا محمد طيب على طالي يا سليم موضوع اللي هي السيارات الحين أنت تعرف إذا مثلا جيت مثلا بتشتري سيارة مثلا نقول من الوكالة نفسها هذه واحدة أخذ معك جواءات كثيرة مثلا نقول السيارة هذه مثلا نقول موديل 23 وباقي ما نزلت يعني سابقا أو موديل 24 وأنا أبغاها الحين ونزلت مثلا في موقع ثاني أو في دولة ثانية الدولة المصدرة وحتاخد مني وقت إذا أبغاها السيارة هذه الحين وإجراءاتها وإجراءات الجمالك وهذه الأمور كلها تقدر تخلصها من جوالك هذه الأمور كلها اختصرتها في جوالك تقدر تسوي أي شيء الآن تبغى في جوالك تشيك على اللي تبغى تبيع وتشتي وتجدد عندك مثلا الهوية هويتك انتهت تبغى تجددها أو مثلا عندك الجواز تقدر وتجدده من الجوال أيضا من تطبيق أبشر هذه كلها وفر لك هذه الخدمات كلها تطبيق أبشر يعني تطبيق أبشر يعتبر لو واحد أنت فاضي امسك تطبيق أبشر وشوف الميزات اللي فيه راح تشوف الميزات حتى أول ما راح تدري أنها موجودة فهذه الميزات راح تفيدك وهذا موضوع مهم الصراحة أنك تركز عليه بأنه آحي يوفر عليك وقت و جهد وبوضع المسنين المسنين اللي ما يدري كيف تقدر أنت توفر له وتساعده بدل ما يروح مثلا للنيابة العامة ولا يروح مثلا للجوازات أو لهذه الأشياء يقدر يخلصها كلها من جواله فهذا شيء راح يسرع عليه الموضوع مثلا إذا أنا كان عندي مثلا صفات شغل أو صفة مهمة الخارج السعودية وانتهى الجواز لازم أجدد الجواز وبدل ما أروح وهذا المشواب كل وأقدر أجددها من الجوال فهذه الأشياء اختصت علينا أشياء كثيرة الصراحة زد عليها الآن الآن أفتح جوالك وروح لما تطبيق توكلنا خدمات بتتفاجأ من كمية التطبيقات اللي راح تقدر تحذفها وتستبدل لها بتعال التطبيق يعني أكثر الناس يتوقعون أن توكلنا خدمات خلاص خدمات نقول الهوية خدمات كورونا سابقا محصن خدمات الحج والعمرة في أشياء أنا عن نفسي ما كنت أدري إنها موجودة بس خذ لك لفة أعطيك تلميحة فيه هنا فيه موجود جوة تطبيق اشتراك مجاني لكل الطلاب على مايكروسوفت ثري سكستي نرجع لكم محمد على طايم موضوع توكلنا حتى تقدر تشيك على دواجاتك كل معلوماتك موجودة في توكلنا يعني توكلنا ويعتبو مهم حتى لو تقدر أنك تسوي لك اختصار يفتح لك تطبيق توكلنا من كثير ماهو مهم أن تحتاج التطبيق هذا لأنه مهم جدا جدا فيه أكثر الأشياء اللي يحتاجها الطالب يحتاجها الأب والأم وهذه الأشياء مهمة لهم وبس الصواح هذا هو كان موضوعي شكرا جزيلا لك يا محمد موضوع أكثر من رائع والصراحة ودي أكرر وعيد على نقطة أبشر وتوكلنا ما تتوقع قديش الأشياء اللي راح تستغني عنها أول ما تأخلك كده ألف أو عشر دقائق لتطبيق روح لما توكلنا خدمات اضغط زر الخدمات طبعا وشوف اقرأ لنا وين بس تستغرب من كمية الأشياء اللي مرة رائعة لموجودة شكرا جزيلا لك يا محمد القرني